حيث استهدفت وحداتهم من قواتنا باسل تجمعات الارهابي جبهة النصر في مدينتين لمسيفرة وخبب واخرى حاولت التسلل الى بلدة خربة غزالة ودمرت الياتهم كما قتلت وجرحت العشرات منهم بينهم جنسيات غير سورية وعرفة من بين القتلى احمد علي هلال وفهد جمعة جازع ومحمد مصطفى الغزالي وقاسم محمد نويران وخالد ابراهيم الحريري من جهة اخرى شبكة عصابات ارهابية مسلحة مع اناصر من جبهة النصر الارهابية في مدينة طفص على تقاسم المسروقات ما نجم عن مقتل العشرات منهم ورفة من بينهم شادي الزعبي مما يسمى لواء فجر الاسلام